عايزين نسمع بس مقطع من كلمة الرئيس النهاردة ونرجع هنكمل الكلام إن مصر ستستمر في الدعوة لمعالجة جزور الأزمة المتمثلة في الاحتلال ولن تألو جهدا في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الذي طالت معاناته وستواصل من أجل هذا الهدف العمل مع طرفي الصراع لإعادة إحياء المصار السياسي كما سنواصل جهودنا للتعامل مع التحديات الآنية وسنعمل مع جميع الأطراف على التهديئة بالضافة الغربية وقطاع غزة وستستمر الجهود في دعم إعادة إعمار القطاع ودعوة المجتمع الدولي لزيادة إسهامه لتخفيف معاناة أخواتنا الفلسطينيين بغزة السادة الحضور أغتنم كلمتي برسالتين أقول للشعب الفلسطيني في كافة بقاع الأرض نعم لقد طالت معاناتكم وتأخرت حقوقكم وزادت أزمات المنطقة إلا أن قضيتكم لا زالت أولوية لدى مصر والعرب وتظل مكونا رئيسيا لعملنا المشترك وجزءا لا يتجزأ في وجدان الشخصية العربية ولن يتحقق طموحكم المشروع في إقامة دولتكم بعاصمتها القدس الشرقية فإننا نظل داعمين لسميدكم بالقدس وبجميع أركان فلسطين كما أتوجه لإسرائيل حكومة وشعبا وأقول لقد حنى الوقت لتكريث ثقافة السلام والتعيش بل والاندماج بين شعوب المنطقة وإنه لهذا الغرض فقد مددنا أيدينا بالمبادرة العربية للسلام التي تضمن تحقيق ذلك وفقا للسياق عادل وشامل فدعونا ندعوها معا موضع التنفيذ ونطوي صفحة الألام من أجل الأجيال القادمة الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء